اشتركوا في القناة تبدأ من اليوم ثلاثين الشهر ثلاثين سبعة ولا غاية احنا منقول لا سبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لا سبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون اليوم السبت كمان يعني بنعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس ولظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بيكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بيكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي راح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا أربع خلوات مسار خلال هذا الأسبوع أول خلو المسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء بأي عمل جديد أو توقيع عقد أو إعلان خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بالفترة هاي إلا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار أما بالنسبة لخلو المسار فعنا أول خلو مسار راح يكون له انتقال القمر من القوس للجدي راح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو راح يكون في تمام الساعة اثناش وسبعة دقائق من أول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة 11.58 دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني راح يكون من الجدي للدلو راح يكون يوم اثنين ثمانية راح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا وانبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية راح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل راح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة اه موحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا اله او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي راح تكون الاسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات اه فلازم انه نذكرها اول زاوية هي راح تكون اه زاوية التقابل يوم واحد ثمانية راح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية راح تكون تقريبا ساعة عشرة واحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية راح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية راح تكون تربيع بين الشمس واورانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما انه حكينا عنها في الايام الماضية الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوقها دولا ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي راح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ما لكن مش بقوة زاوية التربيع اللي راح تكون بين الشمس وورانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة راح تكون يوم اربع ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل اي شيء له علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو له علاقة بالمال والعلاقة بالامور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو راح تكون فيها نوع من انواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا راح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقولك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بنا نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لانها هي الها تأثيرات على الافراد برضو زوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية راح تكون هي مش زاوية هي حدث راح يكون انتقال العطارد الى برج الاسد من السرطان للاسد راح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي راح تنتقل لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل ادوار العطارد على الاسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش راح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا منذكر هاي عشان ما منحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات راح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا منذكر من عيدها ومنأكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لائلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لائلك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج الجدي طبعا اول ما بنا نحكي بنا نحكي عن الشمس الشمس اللي موجودة في البيت الثامن وبما انها راح تشكل زوايا او زاوية تربيع سلبية مع اورانوس فهي راح تحدث اشياء الى علاقة بالاموال المشتركة يعني اموال ما بتعود لك او اموال انت شركة وانت واشخاص فيها او مطالبات مالية او ديون انت مدعينها لاشخاص وبتحاول انك تحصلها او اموال اليك بتحاول تستردها اشياء بتكون فاقدها ممكن ينتصب عليك بالفترة هاي ممكن تتعرض لموضوع الى علاقة بالازمات المالية شوي بتضغط هاي برضو على مسائل الها علاقة بالقروض والامور البنكية او ضريبة او تأمين فبدك تكون حذر من كل المسائل هاي اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة للزهرة الزهرة موجودة في البيت السادس كانت موجودة بتعزز اشياء لها علاقة بالصحة او انقذتك من بعض التقلبات الصحية في تواجدها ساعدتك باجاد علاج معين او تجاوز اشي صعب بالفترة الماضي بدأت انتقل الان على بيت الشراكة وبما انها رح تدخل على بيت الشراكة يعني رح تفتح مجالات لا اشي الها علاقة اما بتطوير شراكة مالية او دخول بمشروع جديد او في اشياء الها علاقة بالارتباط او تطوير علاقة زوجية او مصالحة زوجية الزهرة دائما تعطي طاقة ايجابية وهي اسمها السعد الاصغر فعشان هيك رح تفيدك في وجودها في البيت السابع على كل الاشياء اللي لها علاقة بامور الشراكة اما بالنسبة لعطارد عطارد رح يكون موجود في البيت السابع ورح ينتقل للبيت الثامن وبانتقاله باول انتقاله رح يدعمك بكل شيء عرضتك في الشمس فرح يجيب لك بعض الفرص المالية او يعطيك قدرة تحليلية عالية لتجاوز بعض المصاعب وخصوصا اللي بتتعلق بالاموال المشتركة رح يعني يساعدك بافكار او بدعم او بطاقة بالحركة او باجاد الحلول اما بالنسبة للمريخ المريخ رح هو موجود في البيت الرابع فعشان هيك بيحدث لك مشاكل لها علاقة بالبيت او بامور عقارات او امور سكن او امور عائلة فعشان هيك بيضغط على هاي المسائل وبيحدث مشاكل فيها مش شرط الاربعة هاي تصير فيها المشاكل ممكن واحدة منهم ولكن اجمالا هو ضاغط بشكل سلبي على كل شيء بتعلق في البيت الرابع اما بالنسبة لبرجك هو كالجدي وخصوصا موليد اخر عشرية للعشرية الثالثة هدولة بدهم ينتبهوا لانه المشتري وزحل وبلوتو الثلاثة موجودات في العشرية الثالثة وبيتراجعوا الثلاثة فهدولة دائما بيسووا تقلبات نفسية بيشحنوك بطاقة سلبية بيخلوك متشائم اكثر متقلب بالمزاج اكثر حاد الطباعة اكثر وعصبي بشكل كبير فعشان هيك بدك تنتبه انه هاي الاعطال وهاي الضغوطات اللي انت بتتعرض لها سببها الكواكب الثلاثة هاي اللي بتتراجع وبشكل منتحس جدا فعشان هيك بتسبب الخلافات على المستوى الشخصي والنفسي وبتخليك تصدر قرارات متسرعة بالفترة هاي فممكن تتحمل نتائج صعبة اذا اصريت على قراراتك او اتخذتها اما بالنسبة لنبتن نبتن طبعا موجود في البيت الثالث وبما انه نبتن بعطي الاوهام اثناء تراجعه بجردك من بعض الحضوض فعشان هيك بدك تكون حذر اثناء تنقلاتك اثناء اتصالاتك اثناء حواراتك اثناء دراستك اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تكون مستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا ممكن تخليك تتوسوس من امور الها علاقة مثلا باحد الاشخاص اثناء قيادته بالسيارة ممكن تقلق على احد الابناء خوف منه من حادث مثلا او تشك في بعض الامور اللي الها علاقة بالطرق او بالسيارات او عدم كفاءة السيارة يعني اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للاصعب وهو اورانوس اللي موجود في البيت الخامس وهو بيت من المفروض انه بيت حليف لايلك وارانوس ملك المفاجآت اللي بيحدث اشياء غير متوقعة وعامل زوايا تربيع الى فترة والان الزاوية هاي بده تصير باوجها خلال الايام القادمة فهاي بتسوي مشاكل على المستوى العاطفي فممكن تخسر حبيب ممكن تنتهي علاقتك مع حبيب ممكن تحدث مشاكل بشكل فجائي بدون مقدمات بسبب تصرف طبعا انت السبب فيه ممكن هو يكون اعطاك الشغلة عشان انت تتخذ القرار ولكن انت اللي اصدرت القرار فعشان هيك الخسارة بتكون من طرفك انت والحبيب هنا مقصود في حبيب او احد الابناء او احد الوالدين لقد تكون حذر من قراراتك ومن تسرعك ومن هجوم مباشر بكون فجائي بهاي الفترة اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر يعني موجود في القوس بيت متاعبك بتكون الفترة هاي محبطة وخصوصا اللي هي الخميس والجمعة لغاية ظهر الجمعة يبدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في انجاز ما لديك من عمل متراكم تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي او صحي اهمش انك ما تحسم امر الفترة هاي سلبية ومخيب الامال وممكن تندم على اي خطوة بتقوم فيها من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في برج الجدي حتى مساء يوم الاحد بتبدأوا الفترة هاي فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود ووسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تجد اشي جديد او تبحث عن امر مميز بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات من اسرع فترات الشهر حاول انك تدخل تنوع على حياتك الشخصية الفترة هاي بتحمل نوع من انواع الانفراج والتسوية من مساء يوم الاحد القمر بصير موجود في الدلو حتى صباح يوم الاربعة تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهمش انك ما تغامر باموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا اهمش انك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انتي بحاجة لكل التعاطف والتضامن من صباح يوم الاربعة القمر بصير موجود بالحوت حتى ظهر يوم الجمعة بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع اخ اوجار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل بتتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالحمل بترغبوا في ادخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع افراد العائلة ممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية الى مناقشة اكثر من قرارات بتظهر بعض الضغوطات والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة